أول موضوع عايزة أكلم حضرتك فيه وده كان حقيقة سؤال يعني جالي أنا على الصفحة من أم يعني بعد مرحلة الولادة على طول وقالت إن وهي خارجة من المستشفى تم وصف أطرات أطرة يعني نوع من الأطرة لابنها المولود وكانت أطرة مضادة حيوي فكانت بتقول أنا سألت في المحيط يعني المحيط اللي حوالي قالوا لي آه دا عادي لكن بعض الناس تانية قالوا لي لأ ممكن كده يكون فيه مشكلة عند الطفل المولود على هذا الأساس عايزين نطمنها ونطمن كل الأمهات سواء اللي بيمروا بنفس الظرف أو اللي على وش ولادة زي ما بيقولوا هل إعطاء الطفل أطرات بعد العين أمر روتيني وهل دا بيحصل بعد الولادة الطبيعية ولا الولادة القيصرية ولا الاتنين وهل الأطرات دي بتبقى مضادات حيوية فعلا ولا ممكن مضادات حيوية أو حاجات تانية وإذا كانت بتتاخد فإلى يعني إلى أي مدى أنا سألت كل الأسئلة بقى وسايد حضرتك تجاه طيب مبدئيا يعني كده هو كل الأطفال لما يعني ما بتتولد مش بس يعني دكتور الأطفال دا دكتور النساء كمان بيكتب أطرات مضادة حيوية للطفل بعد الولادة يعني دا أمر مفروغ سواء ولدة طبيعية أو ولدة قيصرية بس دا مش معناه أنه الأطرات اللي بيكتبها دي يفضل يحطها على طول عشان فيه ناس برضو بتيجي العيادة إحنا مثلا عندهم شهر ولا بتاعه وبيحطوا الأطرات من ساعة لما هو خلاص كتبها لهم فاكرين أنهم ما يفضلوا يفضلوا مشين عليها لا طبعا دا غلط يعني الأطرات دي بتبقى نوع من أنواع المضادات الحيوية وعموما إعطاء الأطرات المضادات الحيوية بالزيت في الأطفال دا ممكن يعمل لنا نوع من يعني تسمم في القرانية بتاعت العين دا إذا كانت في فترة طويلة طبعا يعني أكثر من اللازم بالزبط طب الفترة بتبقى أديه بقى هي هو أسبوع 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 بس لكن إحنا بعد الأسبوع لو الأم أو الأهل لحظوا على البيبي أنه هو في حاجة يعني غريبة في عينه إفرازات مثلا دموع فعلى طول لازم يتوجهوا لدكتور الأطفال اللي هو العيون العيون بسم